أريد دخلنا بتفاصيل المنظومة الإسلامية هل هي قابلة للحوار و غير قابلة للحوار وصلنا للقتل و التكفير و المدرشين و أكون موضوع مرتبط بهذا القضية أنا وجدته أنه السيد الحيدري مثله و مثل كثير من المفكرين و الفقهاء و العلماء الدينين و الإسلاميين يحاولون يلقون بمنفذ لتبييض واجهة الدين أو واجهة الإسلام الذي يراه العلماني و ليس أبيضها ربما رمادي يقول لك هل قراءة متعددة مو هذا الدين كل ما تجيب تقول لها يفتي بالكفر يفتي بالقتل قراءة يقول لك هل قراءة زين أنا ما رح أقول لك من حقك لو من حقك يتوقع قراءة بس أنا أقول عدة قراءات تعدد القراءات يعني كأن الله لم يقل بما أنه موجودة عندنا ألف قراءة ضاعت قراءة الله ضاع الخطاب الإلهي فمعناته الله لم يقف شيئا أنا لا أعلم أنه هذا الذي تقوله تعدد القراءات لماذا تقرأه بهذه القراءة السلبية يعني تعدد القراءة تجعل تعدد القراءة أمر سلبي كأنه ينبغي أن تكون القراءة ماذا أجاوب 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 لأنه يعني مبنى السؤال أنا سأخذ هذا ليس سؤالي يقول لك لأنه نحن نتعامل مع خطاب ما ورائي مقصد هذا الخطاب يحقق هدف فإذا ما تحقق هذا الهدف بتعدد القراءات معناته هو كأنه كيش ما يسوي وبما أنه مطلق وبما أنه ما ورائي يفترض هو مخطط هو أذكى من عدنا وخاصة عند تجارب سابقة عند التجربة اليهودية وعند التجربة المسيحية وأني في مرة ضربت مثال أنه التاجر إذا رأي يوصل الفلوس لفقراء وبالطريق انقطعة يعني ما وصلت الفلوس فيجرب طريقة أخرى أدق وهم ما وصلت الفلوس بالمرة الثالثة لو يبطل لو مو صحيح أهم يودي الفلوس بطريقة غير معتبرة فهنا نتعدد القراءات معناته ما تحقق الهدف الجواب تعدد القراءة عزيزي تعدد القراءة إذا أدى إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا نعم ويقص الناس بعضهم بعضا ويسيطر ويستبد الناس بعضهم ب بعضا اطمئن أنها قراءة أو تعدد القراءة إيجابية أم سلبية السلبية هذه السلبية وواضحة طيب أليس كذلك أما عندما نأتي إلى القرآن الكريم أنت تتكلم من داخل المنظومة وتتشكل على تعدد القراءة داخل المنظومة الدينية والمعرفية أحسنتم أحسنتم أما إذا رجعت إلى داخل المنظومة هو يقول أنا خلقتكم للاختلاف لا للاتفاق وهذا ما أشرنا إليه في حلقات سابقة أن الاختلاف مبدأ التكامل لا مبدأ ماذا التقاتل ثم يقول في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لأي شيء لتعارفوا لا لتتقاتلوا لا ليقتل بعضكم بعضا لا ليسقط بعضكم بعضا لا ليقصي بعضكم بعضا أليس كذلك فإذا وجدنا التفت جيدا فإذا وجدنا أن تعدد القراءة يؤدي إلى التعارف والحوار فهذا التعدد إيجابي أم سلبي وإذا أدى إلى التقاتل أحسنتم أنا المنطق أتكلم من منطق القرآن مرة أحمل النص القرآن ما لا يقوله أنت من حقك تقول تريد أن تبيض ماذا المنظومة المعرفية تريد أن تجد منفذا لتخليص المنظومة المعرفية من سلبياتها وتوجد دراسات بهذا الاتجاه يقولون أحنا أينما أشكلنا قالوا لنا ماذا هذه قراءة الجواب أنا عندي ضابطة عندي عقل إنساني عندي تجربة إنسانية أنه كلما كان تعدد القراءة يؤدي إلى ماذا إلى الاختلاف لا مو إلى الاختلاف يؤدي إلى التقاتل إلى الدم إلى الإقصاء إلى أني أملك الحقيقة الواحد الحقيقة المطلقة إذن اعلم أن المقدمات صحيحة أو باطلة أكون نظرية في علم نظرية المعرفة وسيد الصدر كثيرا ما يتأكد وأكدها في علم الأصول سمحا باقر الصدر يقول إذا اعتقدت بنظرية ولكن عندما جئت لتطبيقها وجدت تعطيك نتائج متناقضة اعلم أن النظرية فيها مشكلة وهذا ما عليه العقل العلمي لما يحاكم نظرية أنا أريد أن أطبق هذا النظر المعرفة من خارج المنظومة بل من حقي لأنه أنا أعتقد أن العلوم الإنسانية لأنه أنا إنسان وهذه علوم إنسانية وصحيحة أيضا هذه من التحولات التي أنت تقول سوف نشير إليها في فكري إذا ناقشتنا موضوع القراءات من خارج المنظومة نعم نعم واحد علماني ربما لا ديني يأتي يقول لك يا بيتمو تقولون عند الله غايات وأرسل رسالة لي وحقق الغايات طيب هذه الرسالة هدف تحقيق الغايات قوطع بتعدد القراءات لا ما أقول ما قوطع أقول بل تكامل تكامل لتعارف إذا ذهبت بها إلى تقاتلوه إذن أنت حققت غاية القرآن أم نقفت غاية القرآن أنت نقف أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا منطق القرآن ادفع بالتي هي أحسن هذا منطق القرآن يسلم لك يسلم لك لو كان الهدف الوحيد هو الاختلاف لكن مثل ما يعبرون ما يقولون غايات ما يقولون غايات الإسلام شي يقولون يسير المهم بني هناك للمطلق للشريعة للشريعة لا لا مول الشريعة للمشرع مشرع الشريعة المطلق الله بني عند أهداف بني الأهداف هاد ومو بس لاختلاف مو بس لاختلاف لا من الاختلاف لا الاختلاف للتكامل للتعارف للتعارف جيد للغاية الأصلية ماذا؟ أن يتقصن خلق الإنسان لكي يتكامل ماكو وحدة من أهداف الله أنه مو مو تقليل على أخذ تقليل القتل أبد لا القتل أصلا لم يدعو إلى القتل هو إلا أن تقول سيدنا آيات أقول هذه خراءة أخرى أنا دا أقول بأنه أساسا دعا إلى الاختلاف تقول لماذا يدعو إلى الاختلاف أساسا خلقنا مختلفين لماذا خلقنا والاختلاف أنت ربي عشرة عناصر ها اختلاف جغرافي اختلاف زماني اختلاف لا لا أريد أقول الاختلافات غير قابلة أن ترفع عن الإنسان لأنه وجودية هذا المقدار جيد جدا وأراد الاختلاف حتى يوصلك إلى ماذا؟ إلى تكاملك لا إلى تقاتلك هذا ما اختلف على ما تقاتل جاء الدين في بيئة متقاتلة مع بعضها جيد جدا واحد يقتل الثاني وقوائل ومدري شنو فيفترض أنه يخفف هذه المؤونة على البشرية فلما تعدد القراءات يكرسها مثل ما شفنا ما يكرسها هذا من ماذا؟ هذا من الروايات المجعولة والنظرية المعرفية الباطلة طيب سيدنا هو الله مقيد شنو الله شنو جعل الروايات دليل اللطف الإلهي لا 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 اللطف الإلهي لا علاقة له بمثل هذه الحال أبدا أبدا لا يتدخل اللطف الإلهي في هذه المسائل بس تدخل بوجوب إرسال النبي دليل دليل على إرسال النبي هو اللطف الإلهي الجواب هسا لابد أن نعرف بأنه دليل إرسال النبوة هو اللطف أو شيء آخر لا دليل على أنه اللطف علي عزيز أنت تريد أن تفترض أصول موضوعة أقول لا ليست صحيحة بل يا أحسنتم الجواب هذا هو علم الكلام الرسمي ولا حجية ولا اعتبار به هذا هو هذا رأيك بس أنا أرجع أرجع وأقول لا ألتفت لي إذن لو كانت الروايات جعلها الله يعني ألفها الله وصدرت من النبي والعم أنا معك ولكن الله يقول أنا المسؤول فقط مسؤول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له أنا قلت هذا الاختلاف السيء تعدد القراءات السيء حدث بالمسيحية الأولى نعم وحدث باليهودية طبيعة البشر طيب بالتفقية قرب الله لما رادي يوصل منفعه وقوطعت بتعدد القراءات مرة ثانية رادي يوصلها بالمسيحية قوطعت بتعدد القراءات يصير مرة ثانية يكررها بدون علاج بدون علاج لا مو بلو العلاج لأنه لا طريقة غيره ليش لا طريقة؟ يعني يبعث ويكوا أحد نبي شي سوي شنوه؟ اطيني دليني الطريقة يعطيك العقل لا لا أنا نطيك إن لله حجتين ظاهرة و أنا نطيك باطنة الحجة الظاهرة هي ماذا؟ الوحي حساني والحجة الباطنة هي العقل حساني أقول لكم يحدث الاختلاف ايه؟ في تفسير النصوص الدستورية زين لما مشرع النص الدستوري الجو يعيه يضع نصا مو لا يقبل الاختلاف حتى لا تقول للاختلاف فقط لا قائمة هذي أمامك هذي أمامك في العراق دسمعلي يضع يضع نصا لا يقبل نحوا من إحاق أبدا لا يوجد نص دستوري ولا محكمة دستورية لا تختلف هذي أمامك هذي أمامك في إيران متفقين بيني وبين الله يوجد تشخيصا عفوا شورايني قهبان شورايني قهبان أو الجهة لحفظ ماذا؟ الدستور لحفظ الدستور ولحفظ القوانين أو موافقتها كذا انظر عندما يصدرون القوانين والأحكام كم إشكال ولا قد يوردوا عليهم وحتى عزيزي أزيزي تتكلم في العراق في العراق الآن انظر للإختلافات الدستورية أنا ما أقول لا أنا أقول المشرع القاضي الجواب لا يمكن لا يمكن ليه؟ لا يمكن الباب مغلق لا يمكن على الله؟ لا 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 يمكن بالأدوات الموجودة لأنه يريد يستعمل لك الألفاظ هو يريدي كيف هذا يوصلني آه أحسنت كيف يوصلك إلى ما يريد من خلال الكتاب الذي ينزله عند طريق آخر هذا حديث ممكن جيد هذا ممكن ترجمة نانسي قنقر